قال الصوفية كون يدعو غير الله قال الدعاء ده ما شرك لأنه في فرق بين الدعاء والندى وشوف التناقض قال الدعاء عنده 13 معنى لا لا أصبر 11 أنا ديته كمان زيادة 2 قول 11 أو 13 ده سمعت أنا قول 11 قال 11 معنى شوف التناقض وين قال ما تقول الدعاء بمعنى شنو دعو غير الله يعني أشرك بالله الندى الدعاء ما بمعنى الندى وفي نفس الوقت قال الدعاء عنده 11 معنى على رواية كنت 11 معنى هل الحداشر معنى دي ما فيه الدعاء بمعنى الندى انت قلت الدعاء ما بمعنى الندى بديك لا بالقرآن الدعاء الندى ذاته عنده معاني الدعاء عنده معاني منا الدعاء بمعنى الندى قال تعالى في القرآن وَلَقَدْ نَادَانَا ركزوا وَلَقَدْ نَادَانَا نُوحٌ فَلَنِعْمَ المجيبون قال وَلَقَدْ شِنُو نَادَانَا أي وأمي شناك سورة القمر كذبت قبلهم قوم نوحٍ فكذبوا عبدنا وقالوا مجنون وازدجر فدعا ربه وَلَقَدْ نَادَانَا فدعا ربه واحد ولا ما واحد هذه دي واحد صفر ستة صفر دي هدي هدي حلوها كيف تقول ليه الدعا ما بيجيب معنا الندى تلعب علينا تقول ليه الصوفية ما بيدعو غير الله هديك مثال واحد لأنه الزمن طويل جدا مثال واحد ده البرعي والبرعي سماني مش قال السمانية هذا البرعي سماني ده كتاب البرعي وده صفته كبيرة صغيرة ساي ده صفته كبيرة هذا يا أستاذ الله يستر على التلاميذ ده كتاب أمسك ليه المكرافون بس أنا فاتح الصفحة جاهز له وسريع سريع بجيه الشغل دي والله زي البياض عن جون سريع سريع الليلة به كمته كمتين عرفت كلامي قال ديوان رياض الجنة ونور الدجنة ده بتاع البرعي صوفي كبير ده صفحة 119 الشيخ اسماعيل بن عبد الله الولي قال إن ناب خطب في البلاد نزيلوا قل يا ولي الله اسماعيل كان جات مصيبة في البلد نادي اسماعيل الولي والله قال في القرآن قل من ينجيكم من ظلمات البر والبحر تدعونه تضرعا وخفيا لئن أنجانا من هذه لنكونن من الشاكرين قل الله ينجيكم منها ومن كل كرب ثم أنتم تشركون ما أنا ده القرآن هنسوي شيء القرآن نحزفه برضو دي مسألة طيب